السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له من الله ثم ما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى ان شاء الله صامدون وجامدون ولي ربنا حامدون اللهم امين مرة احد الاخوة العرب اللي متجوزين من روسيات وعايش في روسيا فبيقول لي مرة دخلت البيت فلاقيت ريحة كده قال لي فيه روايح كده عارف رحة القطط عارف رحة الفراخ عارف رحة الفران قال لي فيه روايح كده مميزة فقالت شميت في البيت ريحة عاملة زي رحة الفران كان فقالت له اصح فيه روايح كده فقال لي لقيت الريحة معبقة في البيت فقالت للمراطي فيه ايه فقالت له ده ريحة مش عارف ايه كنت جبتها من من تنزانيا زمان هم الجوزين بقى لهم سنتين فبيقول لي يعني طول السنتين ما شميتش ريحة دي فبيتقول له ده ده ريحة مش عارف ايه بيعملوها مخصوص من عرق شجر ايه فقال المهم لا لا ده ريحة فران دي وحشة جدا قلت له لا عب عليك وبتعديك ويسة دي حلوة ده الناس بتشتريها ده غالية فالمهم قالت له شوية حاجات كده ايه عن بعض الروايح الاخرى يعني قالت له طب دي ايه رأيك فيها قال لهم كلهم روايح صعبة بس قال اسواقهم او سخريحة هي دي فقالت له طب خلاص مش هحطها تاني او مش بتاع فبتقول لها وانت حطها على نفسك يعني ولا على البيت قالت له الاتنين حطتها على المقاعد كده عشان تفوح وبتاع وانا حطة منها وبتاع دي حلوة للنفس قال لها لأ وحشة جدا ده ريحة فران قال مش قادر اععد في البيت وعايزها مش قادر افتح قالت له لا لا اعب عليك قلت له دي حلوة دي كويسة ما تزعلنيش بقى قال لها تحط هاش تاني خلاص مش طايق اععد افتحي بقى هوي البيت وبتاع قلت له لا الدنيا برد مش قادر افتح فالمهم بيقول لي عدنا في ريحة الفران دي اربعة ايام على ما راحت بيقول لي بعد كده قعدت معا بقول لها ايه ده وانت مقولت ليش قبل كده ان انت كنت صيفتي في تانزانيا قلت له اه كنت في زانزبار والدنيا الريحة دي واحد صديق لي كان ساعتها من القبائل المساي فافتكر كده بيقول لي في مرة في اول لسه بنتعرف يعني او قبل ما نتجوز فبتقول له كان بيقول كان لسه بلما حلقها للجواز والكلام ده فكان بتقول له انت عارف انا كنت هتجنن في الجواز واتجوز مين فقال لها تتجوزي مين قلت له كنت هتجوز حد من قبائل المساي الافريقية فدحك وبتاع ده قال ان ما كنتش عارف ايه مساي والحاجات دي لحد ما بيقول لي شفت حلقة من حلقات حضرتك بتقول ان الستات اللي بتروح دنزانيا او زنزبار ما تتجوزهاش ولو مراتك عايزة تروح زنزبار برضو ممكن يتسبب الموضوع ده في الطلاقة يعني زنزبار معناها حاجة يعني مش كلهم طبعا بس معظم اللي بيزوروا زنزبار بتبقى الغرض واحد رئيسي يعني انه بتتعرف على واحد من بتوع المساي او قبائل المساي وتلفلف معاه وغالبا بيحصل ايه حاجات اخطاء ورزيلة واكيد انت مترضاش ان الواحدة انت تتجوزها او جوزتها بالفعل تعمل كده ولو حتى هيتلفلفوا بس ده راحت مع راجل ليه عايزة تروح لوحدها ليه زنزبار دايما اما تيجي مرات الراجل العربي او اي حد حتى مرات الراجل الروسي تقول له عايزة روح زنزبار غالبا ما بتروحش مع جوزة تقول له ده راحها مع صحباتي مش هنفع تيجي معنا وولادها مثلا كبار كده لا لا خلي الولاد هنا ما يجوش انا هنروح لوحدي اصلاها راحة مع صحباتي بيجو فعلا بيروحوا فعلا جروبات يعني خمسة ستة مع بعض يعني نادرة ما بتلاقي بقاي نعم بتلاقي فيه راجل ومراته بس مش عارف يعني الراجل بيبقى موقفه ايه بمنام في الفندق ومراته تطلع تلفلف او تنام على البلاج لحد ما تقبل واحد من المصاي وهالا ايه فالمهم فقال لي احنا في اخناقة دلوقتي انا وزوجتي قال لما عرفت بقى موضوع المصاي وزنزبار لما كنتش عارف ان المصاي دول هما هما دول لحد ما شفت بيقول الحلقة فبيقول مسكت راسي ووجعتني جدا ومش انام وهي بقى والراجل مديكي الريحة كمان مديكي ريحته ريحت المصاي فالمهم بيقول لي في مشكلة دلوقتي ينحلها ازاي بغض النظر بقى المشكلة خلصت عليه المهم يا اخوة بعيد تاني لحلقة يمكن دي تالت حلقة اعملها في الموضوع ده او رابع حلقة يا اخوة في سياحة اا وحشة نوع من السياحة اللي مش كويسة اا في بنات منفلتات في سن معين سواء في سن العشرينات او في سن 18-19 او في سن بقى ايه الخبلانة ما بيبقى مسلا في اخر التلاتينات واربعين وكده برضو بتجيلا حالة كده عايزة جدد شبابي ونشاطي فتروح ايه تقول لك اروح زنزبار وممكن ما تعرفش ايه اللي هيحصل وراحة مع صاحباتها فعلا بس بتلاقي صاحباتها بتعمل الفحشة فبتعمل زيهم وهي متجوزة وعندها عيالها طولها بتيجي تخرف على في السن ده تاريبا كان زمان قبل اختراع زنزبار دي او الموضة بتاعت زنزبار كان في اا يعني بيروحوا انطاليا كان بيروحوا انطاليا كان فيها بقر او مناطق معينة للسياحة اللي من نوع ده كان فيه ناس بتروح بغرض انها بتدور على عريس عايزة تجاوز واحد مش روسي عايزة تجاوز واحد مش اوكراني لان كان الروسيات والاوكرانيات والبيلاروسيات والبولنديات كان النقطة الرئيسية بتاعة السياحة الفحشية هي في المنطقة دي في تركيا كانوا بيروحوا تركيا علشان الغرض ده وكان تلافلف بتاع تنبسط لها اسبوع عشر تيام مع واحد وخلاص وهي كده جددت نشاطها او يعني هي فاكرة ان هي كده رجعت شباب رجعت حد بيقدرها حياتها مملة مع جوزها وكانوا بيروحوا لوحدهم واحيانا لو جوزها اصر يجي معاها يعني او رحت مع جوزها ده حاجة بكلمكم على حاجة من عشرين سنة مثلا او من تمنتاشر سنة او من عشرين سنة او تقريبا كان الموضوع كده كان فيه ستات برضو ايه بتروح مصر يعني الغرداء او شهر مشيخ لهذا الغرض يعني بس شوية الرجوليشنز ما كانتش ايه بتريحهم او وكان النوعية نفسها او القماشة ما كانتش بتستهوي الكل يعني فكانوا بيفضلوا ايه تركي او المستوى اللي هم طلبينه او اللي بيريحهم اكتر والعاذ بالله في الفاحشة كان بيبقى موجود في تركيا اكتر وكان بييجي في المناطق دي سياح المان وايطاليين كتير جدا وبغزارة عشان هذا الهدف انهم يقابلوا روسيات عايزين يجددوا نشاطهم والعاذ بالله لمدة اسبوع والعشر ايام حسب الرحلة او التور اعداد دي واحيانا كان التواصل بيتم بينهم قبل ما بيروحوا نقطة الالتقاء في تركيا دي حاجة تاريخية للأسف يعني ايه الدولة يعني كان في الباسبر كنترول في المطارات الروسية اما يلاقوا واحدة انها مثلا فوق التلاتين بالذات اللي فوق التلاتين بدأوا ياخدوا بالو عارفين طبعا وفيه احصائيات معمولة عارفين بيروحوا يعملوا ايه واحدة فوق التلاتين متجوزة او غير متجوزة مسافرة الواحدة وهي راجعة يسألوها كنت بتعملي ايه ومعاكي فلوس قد ايه وريني يعني والتور الشركة اللي كانت مطلعة اسمها ايه كنت عادة في فندق ايه شوية اسئلة كده فهي الاسئلة مش هتفرق في ايه حاجة انها يعني بيبقوا حاسين انها فوق التلاتين يعني راح تشتغلت يا اما مارسة الرزيلة طيب هنقدر انحسابها بالقانون مفيش قانون يا حاسب بس ايه بنقرس ودنها بيقعدوها كده ايه انتظار لمدة ساعتين ولا حاجة فقبل ما تخش روسيا وهي روسية وفي اوكرانيا نفس الكلام واحدة كبيرة في السن عندها حاجة وتلاتين سنة ومعاها ومتجوزة وسافرت تركيا وراجع او ابرص طيب وانتي راجع بقى عملتي ايه هناك يا ماما كذا 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 اللي ماما ازها هتقول ايه بيقرسوا ادنها ويقرفوها علشان ما تعملش كده تاني بس بتروح وتسافر تاني وبتاع وبالذات بيشوفوا معاها فلوس كامل انا بيلاوا معاها فلوس دولارات كتير يبقى انتي بفلوس يعني انتي دي شغلانة انتي راح تشتغلي وبالذات اللي قاعدوا مدة مثلا شهر مرحيتش مثلا رحلة سياحية عشر تيام اسبوع نوع من انواع معاخبة الجريمة دي اللي بتحصل بغض النظر عن بقى كل اللي قلته ده نرجع تاني للقصة الرئيسية اما يبقى واحدة مثلا ودي منتشر قوي دلوقتي ان واحد بيتجوز واحدة ممكن تكون من القوميات المسلمة وممكن تكون مش من القوميات المسلمة اسلامة بعد ما تجوزها ويلاقيها ليها بتقرأ في كتب معينة وطبعا في ناس اعرب كتير ما بيهتمش مراته دماغها ايه بتحب تقرأ ايه لكن اللي بيهتم وبياخد باله وبيلتفت يلاقي ايه ده فيلاقي بتقرأ حاجات عن الطاقة والبوزية والروحانيات والشكرات فدي كانت يعني كتير منهم كانوا في علاقة مع واحد هندي واحدة قبل ما تتجوزك كانت في علاقة مع واحد هندي وش هتقولك غالبا لانك ما سألتش وعرفها بقى الغيبيات والشكرات والحاجات دي فالطلبة الهنود بقالهم كتير في روسيا من زمان وبدأوا ينشطوا في اماكن معاناة البقر في سيبيريا والأورال بينشطوا يعني انهم بيشعوا الطاقة دي او الفكر ده مش كلهم كده طبعا بس في جزء كبير منهم اكيد مش هيقعد سنجل فبيقعد يتعرف على واحدة التانية التالتة فكده هي فيه ثلاثة كده ايه يصيبوا باللعنة مش لازم كل واحدة يعرفها طبعا تؤمن بالعقيدة بتاعته او بالافكار بتاعته لا مش كلهم ومش كل الهنود اصلا عندهم الفكر ده لا فيه هنود مسلمين فيه هنود محترمين فيه واحد هندوسي ولا سيخي بس ما يعني ما بيعرف واحدة ما بيكلمهاش في الامور ده لكن فيه ناس بيبقى شغال داعية للفكر ده والبتاعه ويديها كتب وبالروسي ويعلمها ويقول لها تعالي معنا سمينارات باللغة الروسية وبتتعمل فيه نشاط قوي جدا لهذه الافكار لدرجة انهم ليهم جاليا يعني اما بيروحوا بي الجاليا دي بتنتظرهم في المطار 25 بنت مثلا جاية تستقبل واحد انستراكتور هندي او روسي عاش في الهند كتير فليهم جمهور وكوميونيتي كده بيعرفوا ان فلان جيبق لهم رموز يوصل المطار يكاترينبورج تلاقي فيه الف مستنينه الحاجات دي حقيقية للناس اللي عاش في كاترينبورج ومنتبهة للمجتمع هيعرف وبيعملوا ايفنتات وبتاعه ورقاصات وفنون شعبية ودي الجذب اللي بيجذبوا بها الناس فتيجي تجوز واحدة وبعد عشر سنين جواست اكتشف ان هي روحها متباعة للعقيدة دي فيفاجأ طب يا عم انا مش عاملك 100 حلقة هنا في القناة بقول لك من بتوع الطاقة والشكرات ان فيه كتير منهم من المنطقة اللي انت بتجوز منها اعرف دماغها قبل ما تتجوزها اعرف دينها وعقدتها وكتب اللي بتقراها قبل ما تتجوزها هي بطيخة يا ابني بتشتريها كده مقفولة وتقبط عليه اه كويسة وتروح ايه يا عم دي واحدة هتعشرك هتعيش معها يوم وليلة يعني باليوم والليلة هتفضل معاك كل يوم هتربي ولادك هتدخلها في عيلتك حاجة قمبلة موقوتة مليانة افكار كلها شركية والعادة بالله وبهلالة وجنون وايمان بالسحر وبالبخار وبالشعار فيه حاجة زي المجوس كده وبتقدس النار وتلعب التروت بقى والمشعار فيه وهطلعلك المشعار فيه من تحت جن عفرية اتشغالة مع الشيطان بتعبد الشيطان والعادة بالله اقرب ما تكون لعبات الشيطان واحدة ابليسية جايبها تعادها في بيتك زي اللي جاب كده بقجة مليانة عبين سامة وراح حططها في حجره وراح فتح البقجة ويستغرب بقى انا اتقرست ليه انا اتقتلت ليه ماقعد التعبان في حجرك واللي راحت زنزبار واللي راحت مش عارف ايه المصيبة بقى هجيلك في التقيلة ان الحاجات دي بقت منتشرة في بلدك العربي يعني هتتجوز الواحدة من دول وتلاقي بعدها خمس سنين ولا حاجة وبعندوك عائل حلو كده عنده خمس سنين ولا حاجة ولا تلات سنين ولا سنتين فالعائل الحلو ده كده تلاقيه معلقله سلسلة ولد كده معلقله سلسلة ايه سلسلة الحلوة دي يا بني دي مش عارف ايه علشان الطاقة بتعمل ايه كده ومكتوب عليها رموز وبتاع بتقول لك جبتها من المغرب حجر مميز وبتاع فهتلاقيه الحاجات دي موجودة في تونس موجودة في المغرب موجودة في سودان موجودة في مصر طبعا كتير في اسكندرية بالذات جروبات ومجموعات كلها ناس تقواتية ناس بقى عبادة ابليس ابليس يعني الاردن موجودين في لبنان موجودين ربنا ينصر اخواتنا في لبنان في الازمة اللي فيها مع العدوان واحتلال الضحية الجنوبية ربنا في رجال في لبنان ما شاء الله ايمين بشغل كويس ربنا معاهم ان شاء الله ويتغلبوا على الفتن اللي موجودة في الوطن العربي العراق طبعا مليانة فيها الناس دي العرب الكميونيتي العربية اللي موجودة في تركيا هم كتير من سوريين ومصريين وعراقيين فمرضوا منتشر زي حاجات تانية برضو شمال كده اللي هو الالجي بي تي والكلام ده برضو مرضوا بينتشر كده عادة موضة بتاع بس بتضمر المجتمع بتخلي المجتمع يتفسخ بتحض على الكفر كل الحاجات اللي هي ضد الدين وضد العقيدة وضد الطبيعة وضد الفطرة فاحذر يا اخي مش عشان متاخدش بقى الحلقة بقى ايه بشكل خاطئ وتقول ايه اه يعني قصدك الروسيات مش عارف ايه وحشين انا مقولتش كده انا قلتلك اللي انت هتتجوزها ممكن تكون من الوحشين والوحشين دول جزء منهم في امريكا جزء منهم في العرب العرب على فكرة فيهم ناس مدرسين معلمين دوليين للحاجات دي لعبادة الشيطان وابليس والبعد عن الله والشرك العرب فيهم مدربين مشهورين عالميين بيعملوا ندوات في اوروبا وطبعا ليهم مكاتب وليهم عيادات في دبي وفي حتة كتيرة في الوطن العربي فيعني احذر انت مش بعيد عن الخطر ممكن تتجوز واحدة ملعونة بهذه اللعنة والمشكلة ان اللي بتبقى مؤمنة بالموضوع ده ما بتخرجش منه بسهولة بزاة الستات لما هم بيجندوا اكتر حاجة البنات اللي هم عندهم 17-14-14-14 سنة والستات اللي هم 29-38-40-41-42 الفترة دي اكتر فترة اللي هو الادمان الواحدة اضعف ما تكون ان هي تنضم اليه هذه الجناعات وهذه الافكار وبيخشوا جروبات على بعض انش بالواحدة فهي دي السن المستهدف فخلي بالك من بنتك وايه في السن ده وخلي بالك من مراتك وانتبه لها جدا وافكارها والكتب اللي بتفكر فيها والندوات اللي بتحضرها والويب اينارز اللي بتحضرها اونلاين في السن ده كلامي خلص يا رب تكون افكار نهاردة واضحة قنبولة موقوتة اسمها زوجتك في بيتك انتبه سبحانك الله ومحمدك اشهد والله اله الا انت استغفرك واتوبولاي نشوفكم على خير في حفظ الله السلام عليكم امان